العطمة الشاملة لم يعد هذا الخبر يخيف أحدا فقد اعتاده الجميع ومنهم من اعتاد مجارات الأمريكي في رفض حلوله الروسية والصينية والإيرانية وعلى مدى أكثر من 15 عاما بالزمان اجا عرض إيراني نطت السفيرة لعند الوزير قالت له ما تمد إيدك حذرته يعني يعني أنت تعرف اللغة الدبلوماسية تستعمل تعبير بتودي له المعاني ممنوعا لبنان وما بتتجرأ حكومته حكومته ما بتتجرأ على الأقل نصها ما بيتجرأ يعني الآخر شيء ما فيه قرار أن تروح باتجاه شرقه أنت مفروض يظل لونك غربي يظل لونك غربي وناطر مين يمدك بالغذاء والكساء والبقاء على الحياة من بره الدولة تبحث اليوم عن برميل نفط لإضاءة مصباح بينما العروض لا تزال في الأدراج مكبلة بالرفض الأمريكي رفض عمل لك كل مرة بسبب مرة مثلاً عروض سيمينز قال بدوا يتأكد من أهليتها ومن كفائتها سيمينز ألمانية أجت ميركل مع مدير عام سيمينز على لبنان وعرضوا من أنساعدكم قال بدوا يتأكد من أهليتهم وبدوا يعمل لهم تأهيل بوزارة الطاقة تخيل أنت عبدك تلاقي تجيب مهندسي بوزارة الطاقة بالكاد شاغل هندسي بالكهراء وليس شاغل بده هو يقيم سيمينز لأنه أنت سيمينز بحاجة لمهندس بوزارة الطاقة يقيمها لأنه ما بدنا إلا تلزيم وعقود يهندس الوزير ويهندس نفاتر الشروطة وتدخل على حظيرته ويرتبها ويعمل الاتفاقيات الخفية حولها ومن وراء ظهر الحكومة والرأي العام ويحصد منها منافع مستقبلية أحساب المال العام عروض كثيرة ذهبت وأخرى ستأتي وتذهب وطالما أن العصر الأمريكي غليظة ستبقى بيوت الناس مطفعة ترجمة نانسي قنقر